وذكر حجاج طرابلس خبر الفتنة فيها في هذه السنة كثر شغب أهل طرابلس على أميرهم سفيان بن المضاء واتفقوا على إخراجه عنهم فقاتلهم هو وجماعة من الجند لكنهم تمكنوا منه وقتلوا أصحابه ثم أمنوا فخرج عنهم وكانت ولايته سبا وعشرين يوما ثم وقع قثال بين أبي كنانا وبني يوسف فبلغ ذلك ولي إفريق إبراهيم ابن الأغلب فأرسل جمعا من الجند فأحضروا المتقاتلين إلى مقره في القيروان ولما صاروا عنده سألوه العفو فعفى عنهم وأرجعهم إلى طرابلس